للا فاطيما كتقول لي شكراً بزاف على الشرح المبسط عثاك نحساج الشرح الميزون فهم كونديسيونال واجموكين نشرح لنا على الإكسل 2013 أول حاجة ما كيش فرق ما بين الفيرسيون ديال الميكروسوفت إكسل يعني الفيرسيون ديال 2013 بحالها بحال الفيرسيون ديال 2010 بحال الفيرسيون ديال 2016 ألفو كين اختلاف بسيط فلنكرفاس اللو لن يساف فاكل ميزون فهم كونديسيونال ممتالاً ، إذا كان عند احد بوجود مقابلو على فهم نقاط الزيال おقعصان لنسلول تكون عليها من النقطة كتار من عشرة يجلبون عند واحد اللون والتلمات التي يجبين نقاط لقل من عشرة بواحد اللون مغاير والشياءة التي يجبين عشرة يجلبون واحد اللون هذا هو المعنى تحت الميزون فوقه كونديسيونال يعني قدر لي واحد اللافورة واحد اللون واحد التنسيق باللغة العربية قدر لي واحد التنسيقات ولكن بشرط هذا كيتسمى التنسيق الشرطي والاستنسيق المشروط والشرطي على هذا الشكل هذا هو اسميه بالعربية هذا الميزون فوق كونديسيونال سوف نرى معكم هذا بواحد جوج ديالي زيكزمت بطريقة سهلة ومبساطة لا تنسى لايك الفيديو ودعم القناة بغيت نقول لكم بالنرى عدد اللايكات مقارنة مع عدد المشاهدات فهو ضائل وضائل جدا فلا تنساوش تتكترو للايك على بركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بالنسبة الجوج ديالي زيكزمبل اللي قلت لكم غادي نخدم معكم الاكزمبل اللي هو هذا وهذا هو الاكزمبل الثاني انا حاول نشرحه بالواحد بالواحد لك على بركاته الله مثلا في هذا الاكزمبل رقم واحد بغيت ندخل هنا واحد النقطة ديال التلميذ غندخله الموين جنرال دياله السيستام اوتوماتيك من خصوة يكتب لي هنا وشتسيد ناجحه لما ناجحه هذه نقدر نخدمها بلا فونكسين سي عادية ولكن بالنسبة الميزان فورم كونديسيونال انا بغيت اذا كانت مكتوبة عندي هناك كلمة أضمي يعني السيد لك الناجح بغيتها تكون مكتوبة على هذا الشكل هذا يكونوا عندها هذا الميزان فورم يعني الخط يكون بالبيض والغام بليساج واللون بغيت يكون بالخضر واذا كان شي تلميذ ما ناجحش بغيت السيستام يكتب لي الكتبة تكون بالاسود ولكن اللون تاع هاد السيوليو اللي بغيت يكون بالحمر لذا كان هناك نحضر على الميزان فورم كونديسيونال وغان نحضر على مع التكست يعني كانت عندني كتابة في الأكزمبل الثاني كان عندي على حساب أرقان يعني كيك تشوفوا معي عنه ولا نمش نشرح وديا اللولا خلاص مش نشرح وديا اللولا نيا باش تباليك لذا أول حاجة غد نجين وقف هنا عند هاد السيوليو وغان نمشي عند الميزان فورم كونديسيونال هما هادو نفتح لليست الميزان فورم كونديسيونال فيديو واحد ما كافيش بالشرح باش نشرحهم كاملين لأن كل واحدة من هادو كيك تشوفوا معي عندها بزاف ديال لزوبسيون ديالها كل واحدة عندها بزاف ديال لزوبسيون ديالها لكن انا غنخدم معاكم واحد لاباس ديالهم وديك ساعة لعجبكم الفيديو فانقدر ندليكم فيديوهات واحدين اخرين بنفس الطريقة ولكن بديزوبسيون واحدين اخرين دونك على بركتي الله هنشنو بغيت بغيت لا كانت مكتوبة عندي في هاد البلاصة هاد السلول اللي ورزول دا إلا كانت مكتوبة عندي كلمة قضمي إلا كان سواحد ناجح بغيت يجيو عندي علي هاد الميزان فورم هادو اللي كنين هنا وإلا كان ما ناجحش خصو يجو عندي هاد الميزان فورم يعني كتساوي انا غنمشي عند هاد WH je text يعني الها كانت مكتوبة في هاد البلاصة هاد بل كانت فيها text هي اللي غاد، نختار أنا لغنختار text ويغاد نختار هنا، ماذا نقل لي في هذه الولانية؟ اغنقل لي، لي بانت لك هاد البلاصة تنوصل Microsoft Excel نقل لي أن تلقيه هاد السلول المكتوبة عندي فيها كلمة قضمي ماذا صادقين عندي قضمي ما اللي كنتي الميزان فورم اللي غد تدير لها؟ أعطيني واحد المجموعة تعليمي فورما هدو ونفتح هدلاليس تي قولي واش بغيتي الغون بليساج يكون حمر كلير ومعاها تكس غوج فونسي أعطيني ديزوبسيون ديالو أنا تنقول دائما ما الأحسن تجي عند فورما بيرسوناليزي وتختار انتدك شي اللي بغيتي غنك ليك عند علها تشكل هادق وغنمشي نقول لي قلنا لكانت عدنا كلمة قادمي هيا لكانت عدنا كلمة قادمي بغين اللون يكون خضر يعني غنجي هنا عد غون بليساج ونختار فيها اللون خضر ولكن بغيت الكتبة تكون بالبيض باللون الأبيض غنجي عند بوليس ونختار غا لأن عندي هنا مكتوبة غا كيكا تشوفوا معي ونجي نفتح هدلاليس ونختار فيها اللون الأبيض على هادشكل وغاد ندير ديك الساعة اوكي هنا لونك دبارني اختاري تليه فورما بيرسوناليزي عطيتوا اللون الخضر وغندير اوكي هادرنا دبع اللولانية نبقى واقف في نفس البلاسة ونعود نمشي عند ميزون فورما كونديسيونال ونجي هنا عود ثاني ونختار عود ثاني تكس كي كونتيا يعني إذا كان مكتوب عندي واحد التكس وهذا المرة نكتب الكلمة الثانية اللي هي نون أدمي يعني انسي جاميلة كانت تعديت ماك مكتوبة هاد كلمة نون أدمي شنو ما الميزون فورما اللي بغيتوا يدير نختار عود ثاني هنا فورما بيرسوناليزي يطلع عندي هادر الفناتخ ونقول لي بغيت اسيد يكون عندي غا الكتبة بغيتها تكون في الكحل نفتحها لسا هنا ونختار ونقول لي غايت غايت بلساج يكون فيه اللون الأحمر نجي نختار اللون من هنا ندير أوكي ونعود ندير أوكي لحد الآن تحاجة مكينة لأنه ما زال ما مكتوب عندي هنا حتى تكس من اللي غي يكون عندي مكتوب تكس ديكس على السيستام بغيمشي يختار شي فورم من هاد الفورم هذا أو شي تنسيق من هاد التنسيقات اللي عطيته لكن بغيت انا عوداني او مام الطان باش يطلع لي هاد كلمة او لانو اضمي على حساب الموين الجنغال اي حالكين فيه هاد يغي نخدمه بلا فونكسيون سي نمشي عند هاد غي زيلطة ونمشي عند اف ايكس ونختار لا فونكسيون سي أشغد نقول لي هنا تو سمبلو ما نقول لي لك اندكشي اللي مكتوب هنا اكبر من أو يساوي عشرة أشخص يكتب لي يكتب لي كلمة اضمي الموين الجنغال لك انشي واحد كنجيب عشرة او اكتر بغيت يكتب لي يرى ناجح سينو يعني قل من عشرة يكتب لي يرى نو اضمي راه ما ناجحش راه نو اضمي ما ناجحش غاد ندير اوكي وغاد نشوف ده بعطاني اوتوماتيك مو انو اضمي وكي كتشوفوا معي راخد لي نفس هاد الميزون فوقه علاش حيث هنا كنا عندي زيرق وزيرق هيانا هانو اضمي ده باشي واحد لك نجيب مثلا نديرو جيب اربعة عشر في الموين الجنغال هانتو ما شفتو عطاني الميزون فوقه تبدله شو واحد لك نجيب ثمانية انظري شو واحد لك نجيب عشرين انظري فهمتو ده بكيفاش دونك هنا خدمنا بهذا الميزون فوقه يعني وصينا احنا سيستام قلنا له تاكس اللي غد لقى مكتوب في هاد السلول اذا كان هادك التاكس هو اضمي هال الميزون فوقه اللي غد دير ليه واذا كان تكلمتناه اضمي هال ميزون فوقه اللي غد يدير ليه نمشي عند الاكزمبل ثاني ونشوفه واذا نطالب مننا فيه هنا عدنا هاد الكلوب هادا كلوب سبورتيف جروند أطلس عدنا واحد المجموعة ديال ليزا ديران يعني المشتركين والناشي المسجلين كل واحد ولاج ديالهم قالوا لنا هنا ودي الكوتيزاصي ديال هاد هاد ليزا ديران هادو غيكون على حسب لاج ديالهم إلا كان لاج تعشي تعشي اديران كي يساوي اما اكبر من او يساوي عشرين خاص jaki يعطينا مائوو وإلى كان شي واحد لاج ديال وهدي السن ديالي قل من عشرين سانة خاصو يعطينا خمسة واسبعين درهم ذاكور ولكن هاد مائوة عشر primeira بغينا هتكون مكتوبة باللون الاسود بغضهم بغيتكون باللون الابيض ولكن سيلول ديالي يكون اسود وهذا خمسة واسبعين درهم بغينا سيستيقبلن باللون الابيض ولكن يكون عندها هاااا تكون هادها اللون الازرق فنقدر لنزلها جثثت سونها ويريد لها تكون جثثت سونها هذه مكتوبة عادية وهذه مكتوبة يعني كيف سننتعامل معها أول ما سننجد ساني هذا وجود كامل من هنا سننجد سنجد ميزون فورم كونديسيونال سنطلب اثنين هنا ولكن هذا المرة الشئ سنختار لانه مهcesso تلاسي مننا فقدر اما سيكون اما ستكون هنا مكتوبة عندي مئو وعينى عشرين درهم وسيكون مكتوبة عندي 75 درهم و لو كانت مئو وعينى عشرين درهم خاصة تكون مكتوبة بالبيض يكون لون سود وإذا كانت خمسة وسبعين درهم خاصة تكون مكتوبة بالبيض يكون لون زرق وتكون قغل سوف نأتي هنا ونقول لي هذه المرة إذا كانت تساوي لأننا أريدنا أن يساوي يساوي أش نقول لي إذا كانت هذه البلاصة يعني في شهاد اللي سيلي الكام اللي نسيلكتوني إذا لقيت مكتوبة خمسة وسبعين درهم أشغل يتدير لها افتح هذا الأليس ونمشو عند فورما بيرتوناليزي ونقول ليه ودي ده بقى مشو نتأكده قلنا لك أنت مكتوبة بعدنا خمسة وسبعين درهم بغيناه يكتبها لنا في اللون الأزرق ولكن التاكس بغيناه يكون غا ومكتوب باللون الأبيض نقدر نزيد تالي بوغضيق كيفاش بغيتم يكون ومثلا نقدر لكن عندي بزاف دليزوبسيون ولكن احنا بغان نشوف ده بعير السهلة سنأضغحي ونقود هنا مجرح لنا quit ندع نفس البلاسة مع تاني ونمشي عند الو بسيون الأولى نية ونختار هذا المرة إيجال ونقول لي إليك أنت كتساوي 120 درهم يعني أنصي جامي لديك في هذا المنطقة لديك سيلكسيوني لديك مكتوبة 120 درهم ماذا سيقوم بعمل هذا المرة ستذهب عند البوليس خاصة يكون سامبل عادي نخليه نورمال زعمل واللون خاصة يكون بيض ولكن الغون بليساج خاصة يكون أسود نختار لغوم بلس جهة الشكل ونفعل اوكي ونعود نفعل اوكي الحد الآن عطيته الميزان فوق كونديسيوني تأكد الميزان فوق كونديسيوني أداء نعملها بنعض نفل بخورة فونكسيوني ذلك الذي طلبه مني يعني واسي سيدي تعطي مني واسي لنشوف نشوف هنا بل يعد 15 نكتب لي 75 مهذا عنده 18 نكتب لي 75 مهذا واسي وبهذا نكتب لي عطي تطبي لها أنا مانويل اللخ سنفل اطو ماتيك يعني غنجي نوقف هنا ونمشي عند نختار فنكسيًا سعني لأدلاج عنيرة إ Leadفع أكَّبراً منingor multi.. أكَّبراً منingor multi.. كتبوا من الن業 كتبوا لل ug خمس و inad lira 75 درهم دق inté عليه نضيف September ها واشتو هندير دابنجي هنا وندير ليدو بالكليك ها انتم ما كيكا تشوفوا معي اللي فيهم 75 درهم راجع بهم مكتوبين غا واللون زرق واللي فيهم 120 درهم راجع بهم مكتوبين لي باللون الاسود والكتبة فيهم كينا بيانسيوغ نورمال انتمنى تكون استفتوا من هالدرس هذا اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك وكومنت ولا تنسوني انا من صاريح دعايكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته